الويداد باقي حتى وملقاش إيقاع ديالو دخل في واحد السيل سيلة واحد الهزائم متتالية ودرت شوي ديال الضجيج داخل البيت الويدادي من بعد جفوز الأخير اللي كان خرج الميدان على فريق الفتح الرباطي اللي شوية برد الجمهور نسبيا ولو ان كان مزل مؤخدات على الإعداء باقي مؤخدات على المدريب بالنسبة باختيار تشكيلة ودير رد عليها موكوينة في الندوة الصحفية مورو ماجل الفتح قل انه صحيح انه مازل مستقرش على واحد شكيلة قارة طالما انه اعترف انه مازل يواصل لتجريب وانه لقى امامه لاعبين فيهم اللي بدلت تحضيرات مبكرة مع الفريق فيهم اللي جوا في الأخر تلميركات وبالتالي ما حضروش مزيان على الفريق وعنده لاعبين من خلفيات كراوية وتقافية مختلفة وانه كيحاول اصناع ذاك الانتجة متلاحم هتي كله تكلم عيه موكوينة في الندوة الصحفية الأخيرة ولكن جمهة تجد كعرف النتائج مباراة دخل الميدان مع فريق تحض طنجة ممكنش تقنع ويدادي انه الفريق دياله ممكن ياخد نتيجة أخرى مغير فوز ما احترامنا فريق تحض طنجة طبعا اللي كيقدم نتائج غنقول لنا جيدة قياسا بالمشاكل الفريق اللي غتكون ملم بالمشاكل اللي كيعيشت تحض طنجة من الموسمين الماضيين وكل مرة يفلت من النزول ويدير بداية موسم هذا الشكل وممنوع من انتدابات وعنده 14 لاعب فقط وزاد عيهم لاعبين من اللي سبوار ومن الجونيور بش يكمل اللايحة دياله وكي تسنام امريكا طوش توي لعله وعسى شوفه وش غادي فكو ذاك القيد وللله وبعد ذلك يقدمها الأداء ويحقق النتائج أنا غادي نقول لهذا الشيء راه مش يغل لا بأس به وإنما جيد اللي ويدا الدخل الميدان فوز على المغرب تطواني بواحد الزيرو فوز على الدفاع الجديد بربعة الواحد فوز على الشباب المحمدية بثلاثة الجوج هزيمة مع نهضة بركان بواحد الزفر